قام حاكم إقليم وديفيرا الجنرال محمد دليو تنغل بزيارة تفقدية للسجن المركزي لمدينة بلتن عاصمة إقليم وديفيرا بهدف تفقد أحوال السجناء داخل السجن تقرير عيشاء أحمد دوكي تفقد أحوال السجناء بالسجن المركزي لمدينة بلتن للتقرب إليهم والتعرف على معاناتهم هو الأمر الذي دفع بحاكم إقليم وديفيرا الجنرال محمد دليو تنغل للقيام بهذه الزيارة الميدانية إلى السجن المركزي لمدينة بلتن حيث كان في استقباله الرئيس محكمة مدينة بلتن بجانب طاقم السجن المركزي وبعد ذلك تبادل الحاكم الحديث مع السجناء واتضح له جليا أن الجرائم التي أحالت بهم إلى السجن تختلف من سجن لآخر المسؤولون بإدارة السجن المركزي اكتسبوا هذه الفرصة وشرهوا للحاكم الصعوبات التي يواجهونها والتي تمهورت في نقص المياه واحتياجات أخرى حاكم إقليم وديفيرا الجنرال محمد دليو تنغل بعدما استمع إلى قضايا السجناء واحتياجات السجن شكر المعانيين بإدارة السجن مقدما في الوقت نفسه توجيهات إلى المسؤولين القضائيين لإصدار الحكم بحق بعض السجناء الذين قدوا فترة طويلة بالسجن ولم تتاح لهم الفرصة لسماع مشاكلهم كما تعهد الهاكم في نهاية زيارته بتصليح الجانب الصحي بالسجن نظمت جمعية تضامن شباب كوة شرقية احتفالا بمناسبة نيل اثنين من أبناء المنطقة على درجة الأستاذاه في مجال القانون حضر المناسب وزير استصلاح على أراضي السكن والتمدن وبعض من أبناء المقاطعة تقرير خليل حسن صالح إمانا منها بأهمية العلم في تطور المجتمعات وتقدم الشعوب نظمت جمعية تضامن شباب مقاطعة كوة الشرقية مناسبة للاحتفال بالبروفيسور ماكراتا دين على نيله درجة أستاذ مناقش والدكتور ألا دنباي الذي تحصل على درجة أستاذ مساعد بعد الكلمة الترحيبية للجنة المنظمة التي قال رئيسها إن الاحتفال بهذه الأعمال العلمية يجلب التضامن ويشجع الشباب الصاعد لمزيد من الجهد ويبعث روح التنافس بين أبناء المقاطعة كلمات عدة شهدتها هذه المناسبة تحدثت جلها عن سرد سيرة المحتفى بهما وما كان يتمتعان به من عزيمة خلال مسيرتهم العلمية أما من جانبهم المحتفى بهما فقد أعربا عن ساعدتهما بهذا الموقف معبران عن امتنانهما وشكرهما لجمعية تضامن شباب مقاطعة كوة الشرقية وأبناء قبلة غور مشجعين الشباب على الاهتمام بالعلم الذي يعد سلاحا لضمان المستقبل هذا وقد قدمت بعض الهدايا التحفيزية والتشجيعية لكل من مكران تادي وألا دنباي علميا أيضا دشنا في الآيام الماضية مدير إدارة التعليم ممثلا لوزير التربية الوطنية دشنا مدرسة ابتدائية بقرية جوخانة أولاد بري الواقعة بأقليم حجر لميس أطلق عليها اسم مدرسة فوزية الشريف حسين برمة كان ذلك بحضور العديد من المدعوين حرصا منهم على دعم الحكومة في برناميها الرامي إلى دعم قطاع التعليم في شات ومساعدة طبقات ضعيفة من المجتمع قامت أسرة المرحوم حسين برمة بتسليم مدرسة ابتدائية لوزارة التربية الوطنية في منطقة جوخانة الواقعة في إقليم حجر لميس وقد سميت المدرسة تخليدا لذكرى نجلة المرحوم حسين برمة المغفور لها فوزية حسين برمة ترأس مناسبة تسليم المدرسة سيد محمد البخاري مدير التعليم العام والتكوين ممثلا لوزير التربية الوطنية المناسبة كانت أيضا بحضور عدد من المدراء في وزارة التربية الوطنية بينهم مدير التعليم الابتدائي سيد أبا كالي محمد ومدير وكالة الدعم في وزارة التربية الوطنية السيد أحمد يوسف والمندوب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة في إقليم حجر لميس السيد محمد أبا الأول بدأت المناسبة بكلمة قدمها رئيس مجلس أولياء أمور التلاميس بقرية جوقانة والذي شكر أسرة المغفور له حسين برما وفي مقدمتهم السيد إبراهيم حسين برما والذي مثل الأسرة في هذه المناسبة غير متجاهلا دعوة أولياء أمور التلاميذ في قرية جوقانة والقرى المجاورة لها بإرسال أبنائهم إلى التعليم كما قدم السيد إبراهيم حسين برما كلمة نيابة عن أسرة المرحوم حسين برما شكر فيها وزارة التربية الوطنية والذين جاءوا إلى قرية جوقانة رغم بعدها كما حث أبناء المدينة وأولياء الأمور في المنطقة بضرورة الخفاظ على هذه المدرسة التي سميت باسم المغفور لها السيدة فوزية حسين برما وقال أن الأسرة قد قامت ببناء هذه المدرسة لكل الشادين بكل طبقاتهما كما قدم مندوب التعليم في إقليم حجر لميز السيد محمد أبا الأول كلمة ضافية طلب فيها من أهل المنطقة بضرورة إرسال أبنائهم إلى المدرسة ومن ثم شكر السيد إبراهيم حسين برما والذي تبرع ببناء هذه المدرسة ممثلا لأسرة المغفور له السيد حسين برما وأنا نقول لكم بكلامي واضح أiten يقولوا البيض ليس هذه المدرسة ولكن السماتة أنا نشيفة لأنا كان شي واحد ما توافور شن الان ندرة ما أبرهيم بدأ يسوي ما أنا نقدر نسوي أنتو أبهاتل إيال تبتي سوي تجوبوا إيالكم في لبن لكل يقود يقود يا قريبة يخلاص البيض 내 بياه يبغسامي عشان دا أنا نقدم بصفتي كماندوب ندالي كل أبهات الإيال من فضلكم يا أهلنا يا أخوانا الجهل كملنا التأب شفناه المور شفناه سبب شنو سبب عشان أنينا ما قرينا الجهل كما قدم ممثل وزير التربية الوطنية سيد محمد البخاري أمر كلمة حملت نفس المعاني وطلب فيها من أولياء أمور التلاميث في قرية جوقانا والمناطق المجاورة لها ضرورة إرسال أبنائهم إلى المدرسة وتتكون مدرسة فوزي حسين برما الابتدائية بقرية جوقانا من ستة فصول دراسية مجهزة بكل المعدات المدرسية وبها مبنى إداري لإدارة المدرسة كما تحتوي على مباني سكنية للمدرسين مجهزة بكل المعدات وفيها أيضا سهريت للمياه وسيبدأ العمل التربوي فيها في الأيام القليلة القادمة